وصل إلى حد النهاية هم أصروا قال لهم وَيَا قَوْمْ اِعْمَلُوا عَلَى مَا كَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٍ و هذا إضاح أن ما سيقع سينكشف به الأمر وارتقبوا إني معكم رقب انتظروا لا تستعجروا سيأتيكم ما وعدكم الله تعالى قال جل وعلا وَلَمَّا جَاءَ مُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهِ فحصلت أن جاءت لشعيب ومن وافقه والتزم بشرعه ثم قال وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةِ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ما أين ذلك الملك و أين تلك المتاع و أين تلك الأموال التي استكثروا بها كأن لم يغنوا فيها هلكوا كأنه لم يكونوا قبل ذلك كأن الدنيا لم تطعها أقدامهم كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعيدة ثمود و المقارنة بين مدينة و ثمود لتشابه ما بينهما في الاستكبار والعلو والزهو و لذلك قال جل وعلا ألا بعدا لمدينة كما بعيدة ثمود